طريقة الحصول على RDP مجانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي الكرام في حلقة جديدة والتي من خلالها سوف نقدم لكم طريقة للحصول على RDP مجانا لمدة شهر نعم كما تسمع أخي الكريم لمدة شهر والقادم أفضل بإذن الله كل ما عليك سوف نقرأ على لايك تشجيع لنا والتعليق المحفز في الأسفل لأن التعليق المحفز هذه الأيام كثيرة جدا وشكرا لكم من القلب لأن بهذه تعليقات تحفزنا لتقديم المزيد والأفضل كذلك إن كنت أول مرة تتابع هذا الواجهة وهذه القناة لا تنسى النقر على سابسكرايب وتفعيل خاصية الجرس أتركك الآن مع در فاصل القصير ثم أعود إلى الديسكتوب لأشرح لك طريقة الحصول على RDP مجاني لمدة شهر إن شاء الله إذن أخي الكريم سنقوم الآن بالدخول إلى الموقع الذي سيمنحنا RDP مجاني لمدة شهر فكل ما عليك سوى بالتوجه إلى الرابط الذي سأتركه لك في وصف الفيديو ويتأكيد المعلومة ستجد أنه يعطيك هنا أخي الكريم يعني RDP مجاني لمدة شهر كما تلاحظون مواد غاتويت يعني موابع الفرنسية هي شهر مجانا وكما تلاحظ فهو الامتاز بخصائص جيدة وإذا أردت يعني دفع بعض المبالغ والحصول على خصائص أخرى مزيد من الخصائص يمكنك النقر على P ثم شير أي خاصية تريدها بطبيعة الحال إذن هذا يعني بخصوص الواجهة الخاصة بالموقع الذين يمنحنا RDP سنقوم يعني الذهب إلى الأعلى الأهم في حلقة اليوم وطريقة الحصول على RDP فكل ما عليك سوى بالنقر على إسيق غاتويت مون ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على هذا الخيار وتقوم بعمل هذا الخيار ثم بعد ذلك تقوم بعمل توجه وتغذي وبعد ذلك تقوم بالضغط مرة أخرى ومبروك عليك سيدهب بك إلى هذه الواجهة كما تلاحظ معي أخي الكريم كل ما عليك سوى بانتظار بعد التواني لأنه عندما سيوجهك إلى نفدة إما سيطلب منك تحميل يعني RDP أو كذلك يعني تقوم بالتصفح مباشرة من خلال المتصفح لاحظ معي جيدا فأنا شخصيا يمكنني يعني عمل قفل هذه الصفحة وبعد ذلك أخي الكريم يمكنك عمل ترشار جيلو في شي تقوم بتحميل الملف أو عمل مباشرة يعني الدخول من خلال المتصفح الخاص بك أنا أفضل تحميل الملف لاحظ معي كيف يمكنك تحميل ملف والدخول إليه فهنا تختار يعني الفرنسية اللغة التي تريده أخي الكريم وهنا إذا أردت تحميل ملف كل ما عليك سوى بالنقر على هذا الخيار فبعد النقر على هذا الخيار فهو مباشرة عندما ربطت حسابي الشخصي معه فهو يعطيني الإيميل متواجد في حسابي الفيسبوك هذا هو الإيميل الخاص به في فيسبوك وهذا هو الباسورد الذي ستدخل به أخي الكريم جميل فمباشرة أخي الكريم سنقوم بالتحميل نعم تم التحميل تم التحميل بنجاح نقوم بالنقر عليه مباشرة أخي الكريم نقوم بالنقر على ثم بعد ذلك نأخذ الباسورد الخاص بنا كوبي ثم نتوجه إلى النفذة الخاصة بالردبي يعني ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على كولي ثم آآ يعني كولي أو كونترول في في الكايبورد يعني تقوم بهذا الباسورد بطبيعة الحل مباشرة يدخل بك كما تلاحظون إلى الويندوز الذي تريده أخي الكريم ففي الأعلى يوجد خيار إذا أردت الدخول إلى تمانية ويندوز عشرة فكما تلاحظ معي الآن سيقوم بالدخول بنجاح ففقط عليك انتظار بعد التواني حتى يقوم بتحميل التيمات تحميل بعض الأمور المهمة للدخول إلى الواجهة الرئيسية وتصفح آآ جوجل كروم وكذلك عمل تيست للأنترنت والاستعمال آآ كما تلاحظون لمدة شهر لاحظ معي أهم شيء وأروع شيء يعطيك لك هذا هو أنه يعطيك يعني سبيد مباشرة من خلال نقر عليها دون البحث في جوجل كروم نقوم بالنقر على سبيد تيست مباشرة لاحظ معي يا صديقي الكريم لاحظ معي كم هي سرعة الأنترنت سنقوم بالنقر على ولاحظ معي يا صديقي كم هي سرعة الأنترنت الله الله لو كنا نمتلك مثل هذه الأنترنت في المغرب سنكون يعني يا سلام يا سلام ماذا ما عسى إلا أن أقول أنه يعني آآ انترنت رائع جدا يعني لا أعلم يعني هناك تقل عندما أقوم بالتشجيل والله قبل قليل أعطتني أربعمائة ميجا بايتس أم أربعمائة ميجا بايتس يعني الآن فقط لأنني أقوم بالتشجيل فيحدث بطء في الحاسوب وبالتالي حتى عملية التست يحدث بطء لاحظ معي صفر لاحظ معي التحميل مئة ويتمانية وعشرين ميجا بايتس ولاحظ معي يعني آآ إذا رأت رفع فيديوهات في اليوتيوب سترفعها بتلاتة واربعين تلاتة وخمسين آآ ميجا بايتس في التانية أو تمانية وتلاتين على أقل تقدير آآ لا تنسى النقر على لايك للفيديو ولا تنسانا من صالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك بالقناة والتفاعل خاصية الجرس ومتابعتنا على موقعنا الالكتروني التواصل بجديد كما تلاحظون ومتابعتنا على الفيسبوك واليوتيوب وكذلك التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي أضرب لك مواعد آخر في حلقة مبقلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محافظ وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة اشتركوا في القناة